يعني أنا بلوم على المتحدث الرسمي للأستاذ أحمد سالم طالع بيتكلم عن حكم المباراة هذا حقه ولكن بلوم على إيه بلوم أنه هو قال لك إيه قال لك بعض المخاوف التي وصلتنا عبر سوشيال ميديا يا أخي العزيز يا أستاذ أحمد وخلي بالك أنا اللي كتبت وقصت ظن البعض بتاع رجوزات السوشيال أتكلم عنه ظن البعض أن أنا أصده للأستاذ أحمد سالم أنا بس بقول عن هوى المقصود منه ليس أحمد سالم بالمرة وإنما المقصود منه بعض الناس بعض الناس اللي كتبوا بستات بيتهموا الأهلي بالتآمر عشان ياخد الصبر الإفريقي فظلم العالم دي موجودة في المشهد لن يقوم لنا قائمة يعني النهاردة فيه لوم كبير جدا على المتحدث الرسمي إن يقول الجملة اللي أنا معترض عليها المخاوف التي وصلتنا عبر السوشيال ميديا لا يفد من تنادي الزمالك لإما تقدم احتجاج رسمي لإما لا تتحدث بهذه اللغة بتاعت السوشيال ميديا لأن كلامك محسوب عليك كلامك محسوب عليك لما تقول مخاوف عبر السوشيال ميديا وفي نفس الوقت تقول ما فيش أي مستندات تامغة تدل على كذا ما ينفحكي يب دا كلام متحدث رسمي على فكرة بالمناسبة لحد يفكرني متحمل على أحمد سالم إن أهلي اعترض على الحكم في أحد المباراة فيما هو سابق الحكم الليبي دا ولكن أنا من حقك إنك تتخوف ولكن رسميا ولما تتكلم حضرتك ما تقولش بناء على معلومات قتلنا من السوشيال ميديا لأنه دا ما ينفحش أبدا من متحدث رسمي لكن تتكلم زي ما أنت عايز الزمانك وجماهيره متخوفين من الحكم وخدمة حضرتك الزمانك متخوف من الحكم الزمانك كذا الزمانك كذا لكن ما تقولش مخاوف قتلنا بلان على السوشيال ميديا ما ينفحش الكينات الكبيرة يعني ما ينفعش أنا بعد 35 سنة إعلام أقول صفحة كذا نشرت يبني ما ينفعك يكون بالإضافة إلى أن الأستاذ أحمد سالم بس عشان ساعت يعني حتى أنا بأكد أني ما كنتش أعصده بالبست خالص ولكن ما كنتش أعرف أنه كتب كلمة أراجوزات يعني هي جد بصرة بالصدفة أتمنى أن يكون هناك يا سيد الفاضل كمتحدث رسمي لإحتجاج رسمي لمعلومة رسمية أنا نفسي بس المتحدثين الرسميين في كل الأندية يعرف أنهم لما بيتكلموا بيبدأ لسنحل النجي بتاعهم فالكلام محسوب هذه ملاحظة مهمة انحكم اللي بطعيف وسيء ولكن منفحك يتقل بناء على معلومات وصلتنا من السوشيال ميليان ما ينفح كابل أن يتقل ده لأن معلومات وصلتنا من السوشيال ميديا دي معناها أننا كل معلوماتي بس تسقيها من السوشيال ميديا كل معلوماتي بس تسقيها من السوشيال ميديا فلا يصبح ذلك بالمرة من متحدث رسمي طيب إيه قصة الحاكم ده هو طبعا الاتحاد الإفريقي فجاءنا باختيار معتز إبراهيم الذي يبلغ من العمر 33 عام حكما لمباراة الأهل والزمانيك ومعرف كده الوقت بين 35 مش عارف يعني لما تيجي تخش كده معتز إبراهيم الحاكم الليبي وتشوف هنشوف المخاوف بتاعة السوشيال ميديا اللي بيتكلم عنها الأستاذ أحمد سالم والإخوة الزم الكوية أساسها إيه وعندي تقريره منذ أن كشف الاتحاد الإفريقي عن طاقم تحكيم مباراة الأهل والزمانيك بالسوبر الإفريقي وبدأ كلام كثير جدا عن طاقم التحكيم معتز إبراهيم من ليبيا ومعه حكم مساعد أول عطية إيسا من ليبيا وحكم مساعد تاني خليل حساني من تونس والحكم الرابع عمر عبد القادر من الصومال وحكم تقنية الفيديو زينتش ماكيل ما من جروم أفريقيا ومساعد أول تقنية الفيديو أبو نجيلي توم من جروم أفريقيا ومساعد تاني لتقنية الفيديو زكريا برنسي من المغرب معتز إبراهيم 33 سنة بدأ في مزاولة مهمة التحكيم خارج الدوري المحلي الليبي والذي كان في 2019 وحكم في مباراة مهمة بين كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا واستطاع في وقت قليل أن يلمع ويكون واحدا من أفضل حكام القارة وهو أحمد سلم بيتكلم عن سوشيال ميديا أنا بتكلم بقى من موقع الكاف تقرير مترجم وتولى إدارة مباراة الأهل ضد الرجاء المغربي كما تولى مباراة الزمان في ضد فريق من أزداد المغربي في مباراة دوري المجموعات لحظة لحظة كده لحظة الأهل ضد الرجاء المغربي الأهل ضد الرجاء المغربي طب هو جمل الأهل هو جمل الأهل يا جماعة في المباراة ديك أصطنع بفكر بنظرة المؤامرة بتو أصحاب الزم الكوية هو جمل الأهل هو جمل الأهل لو تفتكروا كده المباراة ديك أنا أفتكر هو بالعاكسة في المباراة ديك ظلم الأهل والأهل احتج آه افتكرتها معتز إبراهيم الشلماني إيه ده طب من المخاف اللي عنده أستاذ أحمد سنة 100 آه ما يصدق أن برضي الناس في الزمان كسبقين عصرهم آه تظلم الأهل السدق ممكن يكونوا فكروا فكرة يا جماعة يا دهية تكون زي ما أنا بقى في دماغي أنه الحاكم ده ظلم الأهل في مباراة الرجاء وتغضى عن قرد افتكرت أنا الراجل ده افتكرته فممكن يظنه أنه ممكن يجامل الأهل عكد يعوض ظلمه للأهل يا دين النبي بس أنا فيه تقرير عجبني قال لك إيه قال لك أنه هو معتز الشامي حكم مباراتين للأهل في دورة أفضل أفريقيا 2003 ضد الرجاء وانتهت بالتعادل السلبي والتانية ضد الوداد وانتهت بفوز الأهل 2-1 أما بالنسبة للحاكم إبراهيم معتز إبراهيم الشلماني فهو ده تقرير والله بقراء فهو نظير شؤم لجز زم الكوية حيث أنه حكم مباراتين للأهل الزم الكوية أمام شبابه لازداد الجزائري في دور المجموعات والتي انتهت في 2003 بفوز الفرق الجزائري 2-1 عشان كده الزم الكوية حسين النشوء بالإضافة أن الأهل لم يخسر أبدا أمام معتز الشلماني طيب أنا جبت لكم تقرير الكافي اختاروا لي وجبت لكم بعض المعلومات آخر مبارزة لم فيها الأهل واخواننا الزم الكوية بدأوا يفكروا بنظريتيا ما سيكون يا نهوي ليك من الأهل عن حسابنا والذي منه فاهم أنت هو حكم ضعيف حكم سيء خلاص أصبح حكم المباراة كل ما أتمنى أن المتحدث الرسمي الأستاذ أحمد سالم اللي هو يعني قاعد يقول لك مصيبة ومش مصيبة وحكم ومش حكم احتج رسميا لكن ما تقولش بولان أنا مواصل لنا من السوشيال ميديا وكمان هو لث لث على كل القنوات عشان الأجم من حقه أن يدافع ولكن والنبي لو تكرمته أبو أعملوا احتجاج رسمي أخذكم بقى للبوست اللي أنا كتبته بتاع الأراجوزات أنا كتبت أن في الناس الأراجوزات اللي منتشرة وشغلين يعججوا في المشاعر ومش عايد أذكر أسماء لأنهم فعلا أراجوزات يعني لما يطلع صحفي وبيقدم برنامج على أحد قنوات ويقول لك الأهلي لا يأخذ أي بقولة معنى كلامه إلا بالمؤامرات وأن الأهلي حاليا بيقدموا أمرة كبيرة جدا يعني كان يأخذ الصبر الإفريقي لازم أقول للمجلس الأعلى للإعلام أين دور لقنة ضبط الأداء الرياضي الإعلامي من هذه البوستات وهذا الذي يقال يا فندم أنا رهت كل نيابات مصر في بوستات كنت مكتبها بحسن نية أو بأخطاء أو بصح أيا كان كان يراها المجلس أنها تستطيع التحقيق ويستدعوني طب أنتو سايبين الناس دي ليه؟ يعني هو ينفع يا فندم حد يطلع على شاشة يقول الزمالك مايروحش أحسن له لأنه مش هيجيب كرة في العرضة ومغلوب مغلوب ولا يزد القرار بمنعه من الزور على الشاشات لأنه يتقلل من نادي الزمالك هو ينفع وائد موزيع وصحفي يطلع يقول أنتو بتتأمره عكا تاخده قلت السوبر وتسمح له أنه يطلع تاني يشتغل ده شغل أراجوزات أيا كان من الطرفين أو والله العظيم شغل أراجوزات فين التحقيقات وفين الناس دي تانا أكتر واحد اتحقق معه في التاريخ يا جماعة طب سايبين الناس دي ليه يا جماعة تانا لو قلت نص الكلام ده كان زمنكم مستدعيني ومبهدليني تحقيقات خلي بالك ما هو الأراجوز ده اللي كتب المؤامرات ده كان لسه الأسبوع اللي فات ولا من كم شهر ما طلعينه مسرح في الزمانك عشان كان بيهاجم زيزو فبرضي نفس الفكر يضحك عنهم إزاي ما هو انت بص ليس في الدنيا اللي خلقها ربنا مكان ليك عشان يرضى عليك حد متعصب زمنكوي ما هو إلا أنك تشتملوا الأهل لأن أنا ما بعممش الزمان الكوية أغلبهم محترمين لكن الشلة القصيرة دي والشلة المعدومة الفكر اللي إحنا بننبوزها المتعصبين من كل الأندية في الزمانك بالتحديد لازم تشتملهم الأهل عا كان يرضوا عنك فقلقوا مسرح فلما قلقوا مسرح وبهدلوا مسرحوا بالأرض اضطر أن يقول كده ويشتم في الأهل على كان يخش الحطن تاني وده فعلاً اللي حصل عشان تعرف أن العالم دي أجماعة في الغيبوبة وزباب ألكتروني كانوا مبهدلينه من أسبوع عشر تيام ومسحين بالأرض مسحين بالأرض يعني مسحين بالأرض مسحين بالأرض